هذه أبرز العناوين تفاعل الدراج مع تألق لمن يما ليثير السخرية المغربة لا يصدق أشرف حكيمي ينجو من تهمة خطيرة جدا يوصف أنصار يحضى بفرصة ذهبية للانتقال للدور الإنجليزي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تفاعل الدراج مع تألق لمن يما ليثير السخرية المغربة أطار الإعلامي الجزائري حفظ الدراج السخرية بالتعليق الأخير حول تألق النجم صاحب الأصول المغربية لمن يما وقرر المعلق المتير للجدل التفاعل مع التألق الكبير ليامل مع برشلون مشبهن إياها بالدول الجزائري رياض محرز في مقارنة أطارت استغراب العامة وسخرية المتابعين والعالمين بنوايات خرجات حفظ الدراجي وكتب الدراجي على يامل لمين رياض يامل محرز مشروع نجم كبير في الكثير من مهارات رياض محرز لو يستمر بهذه التقة والجرأ والتبات وباتت خرجة الدراجي على نوافيده الاجتماعية موتيرة للجدل والسخرية بعد انقشاع الضباب عن نواياه الصريحة والمعادية للمغرب الأمر الذي بات يحضى بتعامل خاص من المغرب المدركين لأهدافه الخبيطة لا يصدق أشرف حكيمي ينجو من تهمة خطيرة جدا أظهرت معلومات صعفية براءة المغرب أشرف حكيمي مدافع باريسان جرمان من تهمة إهانة بارشالون الإسبانية في واحدة من الحصص التدريبية التي خاضها النادي الفرنسي مؤخرا واجتح مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع بين التولاتي كليان بابي وأشرف حكيمي والوافد الجديد عثمان ديمبلي حيث طلب بابي من ديمبلي الغناء في التدريبات قبل أن يسخر حكيمي من هذا الأمر كيف لفريق قدر يقوم بتعليمه الغناء وتجنبت الجهة الرسمية الثلاثة المتمثلة في برشالون وبريسان جرمان وأشرف حكيمي التعليق على هذا الأمر مما أسهم في عدم تصعيد الأمر تجاه هذه الإهانة وصرعا ما كشف موقع ليغو سيب معلومات مهمة مؤكدا بالقول صاحح أن أشرف حكيمي هو من كان يظهر في مقطع الفيديو لكن المدافع المغربية لم يطلق أي كلمات مهينة بحق برشالون فالمتحدث كان لوكاس هيرنانديز وعن حكيمي من أزمة كبرى الموسم الماضي بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية الأمر الذي انتهى بانفصالها عن زوجتي السابقة هيب عبوك وبعد أن ربطت الصعافة بالعودة إلى ريال مدريد أو انتر ميلان بجانب إمكانية الانتقال صوب مونشيستر سيتي بد حكيمي أكثر اهتماما بالبقاء في بيريسان جرمان بعد قدوم المدرب الإسباني لويس انريكي ليقدم مستويات مميزة مع الفريق منذ الأسبوع الأولى في الدورة الفرنسية يوصف انصار يحظى بفرصة ذهبية للانتقال للدورة الإنجليزية أفد التقارير الصعفية مساء اليوم الاثنين بأن النجمة الدولية المغربية يوصف انصار يواجه فرصة موتيرة للانضمام للدورة الإنجليزية الممتاز ووفق لصحيفة ديليميل فإن انصاري أصبح محط أهمية لفريق ويستهام يونيتد الذي يسعى بشدة لضم اللاعب المغربي من صفوف نادي إشبيلي الأسباني وليس انصاري وحده من يجذب اهتمام ويستهام بل أيضا مهاجم كورينتيانز يوري ألبرتو ويأتي هذا الاهتمام بعد بيع اللاعب ديكلان رايس إلى نادي أرسنال مقابل 105 ملايين جنيه استرليني مما أتح لمالك ويستهام ديفيد سوليفان فالصة كبيرة للإنفاق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتعقد الفريق مؤخرا مع لعبين مميزين منهم جيمس وورد براوز بقيمة 30 مليون جنيه استرليني وأيدسون ألفاريس بقيمة 35 مليون جنيه استرليني ومحمد قدوس بقيمة 38 مليون جنيه استرليني من آيكسا ويعتمد المدير الفني ديفيد مويس حاليا على ميكايل أنطونيو كمهاجم صريح للفريق ويبحث عن منافس اللافذة الارتباط داني أنجرز بالانتقال إلى أيفرتون يذكر أن ننصر البالغ من العمر 26 سنة سجل 55 هدفا في 159 مباراة مع نادي إشبيليا وقام بأداء مميز مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 أناحي يغرد خارج السرب ويرفض الانتقال لدور السعودي أغلق النجم المغربي عز دين أناحي لعب فريق مارسيليا الفرنسي باب انتقاله إلى دور روشنا السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالة الصيفي الجاريو وكشف تقرر لموقع فوت ميركات الفرنسي أن عز دين أناحي أعطى ظهره لإهتمام نادي لهلال السعودي خاصة في ظل تواجده في دائرة اهتمامات عدة أندية إنجليزية وإسبانية وأكد الموقع الفرنسي أن أناحي سيغادر مارسيليا هذا الصيف بنسبة كبيرة بسبب الاختيارات التقنية للمدرب الإسباني مارسيليانو والتي كان أخيرها تغيير مركزه من وسط الميدان إلى الجناح الأيصر واستبعاده من التشكلة الرسمية للفريق وأوضح تقرر فوت ميركاتو أن ملف أناحي داخل أولمبيك مارسيليا بات يتير تساؤلات عدة في ظل غياب اللاعب عن التشكلة الأساسية للفريق مؤكدة أن المغرب يرغب في اللاعب لمزيد من الدقائق وهو ما جعله يفكر في العروض المقدمة لها وسبق لبابلو لونغوريا رئيس نادي أولمبيك مارسيليا أن صرح بأنه لا توجد عروض لعز دين أناحي وأن إدارة النادي لا تفكر في راحله أو مغادرة هذا الصيف وكان أناحي قد بصم على مستويات مميزة رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مارسيليا خلال الميركاتو الشتوى الماضية المغربي يونس عبد الحميد يقود ريمس إلى الفوز على مونبوليا سجل المدافع المغربي يونس عبد الحميد هدفا في المباراة التي شهدت فوز ريمس على مونبوليا بـ 3-1 يوم الأحد الماضي ضمن منافسة الجولة الثالثة من الدور الفرنسي لكرة القدم وتقدم ريمس عن طريق قائد يونس عبد الحميد في الضقيقة الثامنة قبل أن يضيف تيدي تيوميو الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والأربعين وكان هذا أول هدف لعبد الحميد خلال هذا الموسم وفي الدقيقة الخمسة والأربعين سجل الأردني موسى تعمري هدف تقليص الفريق المونبوليا غير أن تيوم عاد ليسجل الهدف الثاني لهو الثالث لفريق خلال الشوط الثاني من المباراة لتنتهي المباراة بفوز فريق ريمس بـ 3-1 فيرونتينا يصدم الصابير بقرار مفاجئ فجاء فريق فيرونتينا الإيطالي لكرة القدم الدولية المغربي عبد الحميد الصابيري بقرار جديد قبل نهاية مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية وكشفت تقرص في إيطاليا أن إدارة فيرونتينا تدرس إعارة اللاعب المغربية لأحد فروق الإيطالية في المركات الصيفية ووضحت المصادر نفسها أن نادي أمبولي باتا مرشحا لضم النجم المغربي على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة واختسمت المصادر ذاته أن الساعة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل الصابيري وذلك سواء ببقاء اللاعب المغرب مع نادي فيرونتينا أو خروجه على سبيل الإعارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة